أهلا بكم حصلت أندية الفيصلي والوحدات والحسين إربد على رخصة الأسيوية التي تخولها للمشاركة في بطولات الاتحاد الأسيوي لكرة القدم وأكد اتحاد كرة القدم حصول هذه الأندية اليوم على الرخصة الأسيوية الأمر الذي يتيح للفيصلي والوحدات المشاركة في دور أبطال آسيا والحسين إربد في كأس الاتحاد الأسيوي للموسم الكروي الجديد يذكر أن الفيصلي سيشارك في دور المجموعات من دور الأبطال بينما سيأخوض الوحدات منافسات الملحق المؤهل للبطولة كشف طبيب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوحدات الدكتور مؤيد عمر إخضاع أحد عشر لاعباً للفحص الطبي والبدني في أحد المراكز الطبية للوقوف على جهزيتهم قبل الموسم المقبل وحسب تصريحات عمر فقد تقررت إعادة فحص اللاعب محمد عبد المطلب بوكبة في الوقت الذي اجتاز فيه ستة لاعبين الفحوصات بنجاح وأبرزهم طارق خطاب فيما كشفت الفحوصات حاجة أربعة لاعبين إلى عملية إعداد وتأهيل ومن بينهم محمد دميري الذي تم التواصل معه للانخراط في تدريبات الفريق والعمل رفقة المعد البدني إلا أنه رفض عملية التأهيل إلا بعد توقيع العقد الرسمي فشل نابولي في حسم لقب الدور الإيطالي بعد تعادله مع سلارنتينا بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدور الإيطالي ولم يستغل نابولي خسارة ملاحقي لاتسيو من انتر ميلا بثلاثة أهداف لهدف حيث وصل نابولي بهذا التعادل إلى النقطة التاسعة والسبعين بفارق تسعة عشرة نقطة عن لاتسيو فيما رفع ضيوف رصيدهم إلى أربع وثلاثين نقطة في المركز الرابع عشر يخوض يوفنتوس الليلة مواجهة حاسمة عندما يحل ضيفا على بولونيا في مباراة لحساب الجولة الثانية والثلاثين من الدور الإيطالي لكرة القدم ويسعى يوفنتوس لوقف سلسلة الهزائم في الجولات الثلاث الأخيرة في البطولة والحفاظ على تواجده في المراكز المؤهلة لدور أبطال أوروبا في الموسم المقبل ويحل يوفنتوس ثالثا بتسع وخمسين نقطة فيما يأتي بولونيا ثامنا بأربع واربعين نقطة خضع السويدي زلتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلا الإيطالي لفحوصات طبية جديدة بعد أن تعرض للإصابة أثناء فترة الإحماء قبل مباراة فرقه ضد ألتشي وكشفت الفحوصات إصابة إبراهيموفيتش بإصابة جديدة في ربلة الساق ويحتاج من أسبوعين إلى أربعة أسابيع للعودة إلى التدريبات الجماعية مما يعني انتهاء موسمه مع ميلا على الأغلب وينتهي عقد المهاجم السويدي مع ميلا في الصيف المقبل إلا أنه لم يحسم موقفه من الاعتزال حتى الآن يحل أتلاتيكو مدريد ضيفا على بلد الوليد الليلة في مباراة لحساب الجولة الثانية والثلاثين من الدور الإسباني لكرة القدم ويسعى أتلاتيكو مدريد لتحقيق فوز يقربه من ريال مدريد الوصيف حيث يحل في المركز الثالث على سلم الترتيب بثلاث وستين نقطة بينما يبحث أصحاب الأرض عن نتيجة إيجابية تبعدهم عن صراع الهبوط إذ يحل الفريق في المركز الخامس عشر بخمس وثلاثين نقطة تغلب دينفر ناكيتس على ضيفه في نكس سانس بمائة وخمس وعشرين نقطة مقابل مائة وسبع نقاط في أول مباراة بينهما في نصف نهاء الأدوار الإقصائية بدور كرة السلة الأمريكي للمحترفين أقاد ناكيتس للفوز لعبه الكندي جمال موري الذي سجل أربع وثلاثين نقطة وخمس متابعات وتسعة تمريرات حاسمة فيما سجل اللعب الصربين نيكولاي يوكاتش رقمين مزدوجين بواقع أربع وعشرين نقطة وتسعة عشرة متابعة فضلا عن خمس تمريرات حاسمة وفي صفوف سانس سجل كيفين دورانت رقمين مزدوجين بواقع تسعين وعشرين نقطة وأربع عشرة متابعة بالإضافة إلى تمريرات حاسمة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار الرياضة عودة إليك لنا شكرا سميحة شكرا